رجل له ست بنات وله ولد وهو يريد أن يكتب للولد البيت وأن يكتب له جزء من الأرض وأن يقسم بقية الأرض بعد ذلك على البنات هذا لا يجوز هذا ظلم بشع بين ولا يجوز للرجل أن يكتب لما بعد الموت ليعطي ولدا وليحرم البنات بل هذا مراث وما سمي المراث مراثا إلا لموت المورث يترك ما له إلى ما بعد الموت أسأل الله نبارك في عمره ونحسن عمله وأن يقسم بعد ذلك هذا المراث على الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثين كما قال ربنا تبارك وتعالى وأحذر آبائي من ظلب البنات لأن هذه صورة منتشرة في كثير من بيوت المسلمين ولا حول علاقة إلا بالله لا أقول في القرى فحسب بل وحتى في المدن بل وحتى في المدن فالأبو الذي يظلم بناته من أجل أن يفضل بعض أولاده أو أولاده الذكور هو والد ظالم وسيجني ثمار ظلمه المرة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا انفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والظلم ظلمات يوم القيام والأدل على ذلك كثير لكنني أحذر آبائي الفضلاء وأمهات الفضليات من أن يحرمنا البنات من أجل أن يعطينا أو من أجل أن يعطي الوالد الأولاد الذكور هذا ظلم بيّن لكن للوالد أن يعطي أولاده من ماله في حياته ما شاء بحسب حاجة كل ولد إلى هذا المال قد أعطي ولد الذي قد تعرض لمرض ما ويحتاج إلى دواء أو إلى جراحة قد تتكلف عشرات الآلاف لا حرش لاستم الزمن أن أعطي لولدي الصحيح هذا المبلغ الذي أنفقته على ولدي المريض لاستم الزمن بهذا بل للوالد أن يعطي لأولاده من المال في حياته ما شاء بحسب حاجة كل ولد إلى هذا المال ليس هذا من الظلم هذه هيبة وبعض أهل العلم اشترط التسوية في الهبة وبعضهم لم يشترط التسوية وهو قول الجمهور يعني التسوية في الهبة ليست واجبة عند جمهور أهل العلم وإن كان بعض أهل العلم من المحققين قد يرى أن الهبة واجبة أن التسوية في الهبة واجبة وأن التسوية في العطية واجبة لكن حتى لو أخذت بقول الجمهور فهذا في حياتك بحسب حاجة كل ولد للمال ولا حرج ولا إثم عليك إن شاء الله وتعالى أما أن تكتب لولد دون ولد لما بعد الموت بحيث تحرم هذا الولد من مراث جعله ربنا توركت على حقا له فهذا هو الظلم البين الذي يجني الوالد ثمرته المرة في القبر في البرزخ وبين يد الله تبارك تعالى في الآخرة وأسأل الله أن يكفي أن أكم شر الظلم إنه على كل شيء قدير